اشتركوا في القناة في عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بزيارة جلالة الملك المفدى الى بلده الثاني دولة الامارات معربا عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين وشعبيهم الشقيقين واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية الراسخة والتي تجمع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهم المتبادلة ويلبي تطلعاتهم المستقبلية كما تناول اللقاء تطورات الاحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على امنها واستقرارها اضافة الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واتبادل وجهات النظر بشأنها وعرب جلالة الملك المفدى عن بالغ اعتزازه بعمق الروابط الاخوي الوثيق التي تجمع البلدين وشعبيهم الشقيقين وما وصل اليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى الرفيع في المجالات كافة مثمنا جلالته الدعم المتواصل لدولة الامارات ومواقفها المشرفة الى جانب مملكة البحرين وشعبها واشار جلالة الملك المفدى بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيدين الاقليمي والدولي ومساعيها الخيرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك اضافة الى ارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة واكد عاهر البلاد المفدى حفظه الله تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل الى جانب شقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية امنها واستقرارها والحفاظ على مصالحها من جانبه اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان على العلاقات الاخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الامارات ومملكة البحرين وشعبيهم الشقيقين التي تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي بما ينعكس خيرا على جميع الشعوب المنطقة وشدد سموه على اهمية تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين وفي اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس اضافة الى مواجهة مختلف التحديات الراهنة هذا وقد اقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان مأدوبة افطار تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر